اهلا بكم من جديد ان اعلن الرئيس الروسي فلاديمير فوتن توصل بلاده لاتفاق مع تركيا لاطلاق مفاوضات سورية سورية في العاصمة الكازخستانية سيتانا واكد وزير الخارجية التركي ذلك ونفت الهيئة العلية للمفاوضات موفقتها على الذهاب لكنها لم ترفض في نفس الوقت التفاصيل في تقرير لساري عبدالحق ما الذي ينتظر الازمة السورية بعد احتلال حلب لا شك ان فرامانات السلم والحرب بخصوص سوريا ما زالت تخرج من خلف جدران الكريملين فبعد احتلال حلب وقبيل استلام الادارة الامريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب مقاليد الحكم بعد نحو شهر يفاجر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من اليابان مفاجأة جديدة فيقول ان التوافقات الروسية التركية تتجاوز حلب بكثير بوتن كشف انه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان على اطلاق مفاوضات سورية سورية عبر منصة سياسية جديدة مكانها العاصمة الكازاخستانية الاستانة وفي ذلك رمزية للخروج من عباءة الغرب في جينيذ باتجاه الشرق وفي عاصمة موالية للروس الاعلان الروسي اكده وزير الخارجية التركي مولود جويش اوغلو الذي اعلن ان الاتفاق مع موسكو يشمل لقاء المعارضة سورية مع ممثلين عن الحكومة السورية حسب تعبيره ومع ان الهيئة العليا للمفاوضات نفت موافقتها على المشاركة الا ان المنسق العام لها رياض حجاب كان قد قلل من اهمية مكان انعقاد المفاوضات مشددا على ان اجراءها يجب ان يتم تحت مظلة الامم المتحدة ووفق القرارات الدولية من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات لكن ماذا ستفعل الهيئة العليا للمفاوضات وهي امام اختبار صعب بين وقائع الميدان والمتغيرات الحاصلة في مواقف الدول الداعمة وعد عن ذلك فان ذهابها يعني جلوسها مع شخصيات كانت ترفض مشاركتهم من قبل في جينيف كمنصات موسكو والقاهرة والاستانا وحميميم والتي تضع نفسها زورا في سلة المعارضة وهم من المؤيدين لنظام الاسد وهذا ما سيجعل من المفاوضات مسرحية هزلية لا اكثر هذا فضلا عن عدم وجود تنسيق بين مكونات الهيئة العليا وخروج بعض الفصائل الثورية منها وهو ما يفتح الباب على مصرعيه لمزيد من التشتت والانقسام وبهذا سيكون اي اتفاق وليد في مهب الريح وجد ترحب سيادة العميد اسعاد الزعبي رئيس وفد المعارضة المفاوضة ضيف النرياض مساء الخير سيادة العميد من جديد وأرحب الأستاذ عبد المسيح الشامي الكاتب محل السياسة ضيفي من برلين أهلا بك سيدي الشامي يعني هل فعلا روسيا سيدي الشامي جادة بموضوع الاسيتانا وهي من تحاول كثيرا أن تزوج شخصيات موالية لنظام الاسد على أساس أنها معارضة لا شك أنها جادة يعني أعتقد أن روسيا كانت على الدوام جادة بهذا الطروحات وأعتقد أنه يجب على كل سوري اليوم إذا كان يصنف نفسه موالي أو معارض يجب أن يتشكر روسيا على كل ما تقوم به تجاه سوريا وخصوصا لخصوص هذه المبادرة لصبت بسيط يعني روسيا في الحقيقة المواقف التي تتخذ تجاه روسيا غير مفهومة يعني إذا روسيا وقفت اليوم لجانب الجيش السوري ضد هذه المجموعات الإرهابية يقيمون الأرض ولا يقعدوها إذا دعت إلى مفاوضات كذلك الأمر يقيمون الأرض ولا يقعدوها إذا دعت إلى هدنة أيضا تكون مرفوضة ليس مفهوم حقيقة ماذا يريدون تريد هذه المعارضة من روسيا ستوقفت هذه النقطة لأن وقت المحور وقته قصير سيد الشامي سيادة العميد الزعبي بأعرف أنك رايح ترود سأترى عليك السؤال أنتم ضيوف اتنين عندي حتى أني أقسم الوقت بشكل صحيح سيد الشامي سيادة العميد الزعبي يعني بغض النظر عن الحديث فضل به سيد عبد المسيح الشامي وقال بأن جهود روسيا تشكل وقوفها بجنب الجيش السوري حسب ما يقوله لا أريد أن نخوض في تفاصيل هذه الأخبار أو الرد أو ما إلى ذلك وأود منك الحديث بشكل سريع سيادة العميد هل فعلا ستذهبون إلى هذه هل ستنضمون إلى هذه المفاوضات في حال تمت وهل ستجلسون أيضا إلى هذه المنصات سواء كانت قاهرة أو موسكوة أو استانا أو وحميميم أم لا أعتقد أن الهيئة العليا للتفاوض قد قالت كلمة على لسان السيد منسق العام نحن لدينا ثوابة تسمى ثوابة الثابرة للشعب السوري وهي مخرجات مؤتمر الرياض الهيئة العامة أيضا هي عبارة عن مضمون للقرارة 22-24 والقرارة 2018 والذي هو مرجعي جينيف واحد لا يمكن الخروج عن هذه الوصمات أو عن هذه الحقائق الثلاث وبالتالي من يريد حقيقة أن يفعل أو يقوم بعملية سياسية عليه أن يذهب إلى هذه القرارات ونفذ مضمنها لكن السؤال هل نحن لدينا ثقة بروسيا أم لا الواقع ثقة ليست أهل الثقة روسيا يكفي أن وفد الإتلاف قد زار موسكو قبل أن تقوم بعملياتها الإرهابية والارتكاب من الجزر في سوريا وعرض عليهم الإتلاف حقيقة كل مكاسبهم التي يحققونها من خلف بشار الأسد قالوا نحن نستطيع أو مجاهزون لتحقيق كل هذه المكاسب وزيادة عليها وكان الجواب واضح من الروس أنهم لا يريدون إلا بشار الأسد وبالتالي هم دخلوا سوريا حتى تحت أنا أقول لك هنا لأسرد عدد من الكذبات التي أطلقها الروس عندما دخلوا سوريا وقالوا نحن من أجل محاربة داعش ولم يستهدفوا داعش به غارة بل ارتكوا مجازة لحق الشعب السوري أكثر من 18 ألف شهيد منذ دخول الروس إلى الآن رفضوا القرارات الدولية عملوا فيتو على حتى الغذاء حتى الغذاء الذي يجب أن يدخل للسوريين رغم أنوفهم مع الأسف قصفوا لقوافل الإنسانية أخذوا حق الفيتو ضد دخول أي مساعدات إنسانية يعني ماذا يمكن أن تذكر من الروس إنهم كاذبون إنهم غيروا أهل الثقة وبالتالي بالتأكيد لن يكون هناك أي تعانم مع الروس يعني من يتعانم مع الروس هو تماما يشبه الروس سأتي إلى نقطة أخرى لكن سأذهب إلى السيد الشامي سيد الشامي طيب الروس حتى الروس ليس لديهم ثقة بالعناصر الإيرانية والميليشيات الشيعية اللي على الأرض في حلب يقول بوتين بأنه ليس لدينا الثقة بوجودهم على الأرض وعلى ذلك سأقوم بعمل هذه المفاوضات الآن هناك وجود تركي هناك تفاهمات وتوافقات تركية روسية دور إيران كيف سيكون في هذه الحالة أولا الرئيس بوتين لم يقل أنه لا يسق بالدور الإيراني لم يصدر هذا الكلام عن رئيس بوتين ولا يتقل العناصر الموجودة على الأرض بأن تستمر في الحفاظ حسب تعبيره يعني نفس الشيء يا سيد الشامي تفضل حتى هذه العبارة حتى هذه ما تذكر بهذا الشكل على كل أحوال أنا أعتقد أن الدور أو التنسيق بين بين إيران وبين روسيا وبين الحكومة السورية تنظمه بشكل أو بآخر الحكومة السورية إضافة إلى المصلحة المشتركة التي تجمع هذه الفرقاء مع بعضها البعض وهو محاربة المجموعات الإلهبية هذا من جهة من جهة أخرى يعني قضية أن هناك عناصر أو يعني تسمية بعض المعارضين على أنهم موالين وأنهم متسوسين للمعارضة حتى لو كانوا هناك موالين هناك حقائق اليوم على الأرض اليوم الحكومة السورية والجيش السوري هؤلاء موجودين هؤلاء هم من يمثلون سوريا إذا كان هناك طرف معارض أي أن كان هذا الطرف المعارض منطق الطبيعي لأي حراك سياسي أو الحد الأدنى من المنطق السياسي ومن الأصول السياسية هو أن تجلس مع هذه الجهة لتتفاوض على حلول يعني إذا كانوا يرفضون الحرب يرفضون الحل يرفضون التفاوض يرفضون تجلوس مع الحكومة التي تمثل على الأقل القسم الأكبر من السوريين يعني ما هو الطروحات ما هي الطروحات المطروحة أو التي يقبل بها المعارضون السوريون كانوا يرفضون التفاوض في جينيف يرفضون التفاوض اليوم في الأستانا يرفضون التفاوض مع الروس يرفضون التفاوض مع السوريين مع الإيرانيين ماذا يريدون يعني حقيقة اليوم الشعب السوري دائما يطرح هذا السؤال ماذا تريد المعارضة ما هو دور المعارضة سأذهب إلى سيادة العميد ويجيبني على هذا السؤال لكن فقط سيد الشامي إذا تكرمت أرجو أن تذهب الآن إلى السؤال المتواجدة في حلب التي تتحدث أن الجيش العربي السوري هل هو هناك متواجد فيها فقط انظر من هم المتواجدون هنا قاسم سليماني وغيره ولا سوري في حلب لا بشار الأسد ولا واحد كلهم إيرانية شيعا ولا عرب ولا سوري بكث بتمجيد بهالجيش على كلين سيادة العميد لماذا لا تريدون التفاوض لماذا لا تريدون التفاوض سيادة العميد يا خير كريم نحن عندما طرحت قضية التفاوض كلنا صادقين على الأقل المعارضة السورية فيها شرف بالتأكيد كل حذاء من أحذية المعارضة السورية فيها شرف أكثر من بشار وحافظ المقبور يعني على الأقل عندما نوى المجتمع الدولي أن ينفذ التفاوض جهزنا أنفسنا وعقد مؤتمر رياض وتشكلت الهيئة العامة وتشكل وفد التفاوض وكان يضم غالبية إن لم يكن كل الأطياف السياسية وكل الفصال العسكرية وذهبنا إلى جنيف ونحن نحمل في أنفسنا النية الحقيقية الصادقة امتثالا للقرارات الدولية امتثالا للطلب المجتمع الدولي 17 دولة في فيينا هم من أشاروا إلى ذلك دول في مجلس الأمن إذن نحن ذهبنا ونحن مؤمنين تماما بالحل السياسي لأن هذه الثورة لم تقم إلا بالعمل السياسي والحل السياسي والكلمة السياسية ولم تحمل السلاح إلا بعد أن قام هل تثقون بالدور التركي سيادة العميد بقتل كثير من السوريين هل تثقون بالدور التركي الآن في هذه المفاوضات نعم تثقون بالدور التركي في هذه المفاوضات هل فعلا ستكون تركيا هي ممثلة عنكم مقابل للوجود الإيران الروحي في الأسفل تركيا نحن نتفهم مصالحها ونتفهم الضغوطات التي تتعرض لها ونقول أنها سوف تفاوض لكن عندما يكون التفاوض لا يلتقي مع متطلبات الثورة ومبادئ الثورة التي كانت من مخرجات مؤتمر رياض بالتأكيد أي دور لأي دولة في العالم هو مرفوض لكن عندما تكون هذه المفاوضات مبنية على هذا الأساس وهي مرجعي جينيف والقرارة ٢٢٤٤ نحن نرحب بكل جهد ولكن السؤال لماذا لم تقم روسيا بهذا الجهد عندما تتحدث عن مفاوضات لماذا لم تقم قبل أن ترتكب مجازر بحق السوريين قبل أن تعيد الحياة لبشر الأساس بعد أن أصبح حاويت قمامة لماذا لم توافق على قرارة ٢٢٤٤٤ نحن كنا صادقين وطالبنا مباشرة من الديمستورة أن يكون التفاوض مباشرة وفد النظام وفد النظام رفض كليا ووضع شروط لا يمكن البدء بالتفاوض إلا بعد إزالة بند تنحي رئيس النظام انظر إلى هذه الشروط التي وضعوها ولم يتحدثوا إلا بشرط واحد أو بند واحد ألاوها محارة الأهراب وليتهم يحاربون الإرهاب انظر ماذا يحصل في تدمر ماذا يحصل في كثير من الهراتق السورية أو الروس من يحارب منهم الإرهاب من يحارب الإرهاب وحقيقة أي جيش الحر نعم ربما سنت إلى التفاصيل سيد عبد المسيح الشامل كانت محل السياسي من برلين كان معنا عبر الهواء فقدنا الاتصال فيها وهو غضب أو انزعج أغلق الحساب لأنه تحدثنا لولاة مجدنا بالجيش لأنه هي حقيقة واقع أم لا أعلم ما هو السبب في ذلك سيدة العميد أسعد زعب رئيس وفد المعارضة المفاوض ضيفي طيلة هذه الحلقة من الرياض والشكر المصول لسيد عبد المسيح الشامل كان محل السياسي ضيفي كان ضيفي من برلين عباس فاهم ألقاكم غدا ينفضل دركم بخير السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر